محوران رئيساً لما قال رئيس الوزراء المكلف إنهما سيكونان هدف حكومته المقبلة محاربة الفساد ومكافحة الفقر أما محاربة الفساد التي أثرت اهتماماً دولياً بدعم وتعاون تحدثت عنه ممثلة البعثة الأممية في العراق والسفرة الأمريكية في بغداد محاربة يتعطش لها العراقيون تماماً كما يتعطشون لمكافحة الفقر الذي وصل إلى نسبة أكثر من عشرة ملايين عراقي يقبعون تحت خط الفقر في البلاد ومع قضية أكبر سرقة في تاريخ العراق كشفت عنها هيئة النزاهة ورد عليها السوداني بلغة قاسية متوعداً محاربة الفساد الوقح على حد تعبيره والذي استشرى بمفاصل الدولة وهو ما يحدث بالفعل من بعد العام 2003 حتى أصبح الفساد سمة أساسية في الاقتصاد العراقي إلى درجة تصنيف العراق ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم إذ يحتل المرتبة 157 عالمياً بين 180 دولة ضمن مؤشرات بدركة الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي إذن كارثتها الفساد والفقر على الطاولة السوداني امتحان مهم جداً سيما مع احتقان شعبي وفجوة ثقة ولدتها غيابات الحكومات المتعاقبة التي نادت بمحاربة الفقر والفساد لكن دون واقع تغيير على الأرض ناهيك عن تجذر لأحزاب متنفذة في مفاصل الدولة تتقسم مقدراته بدءاً من العاصمة وحتى المنافذ التي أصبحت تقودها أشباح النفوذ والفساد مهمتان تضعان السوداني في وقت زمن قصير يتوجب عليه حلهما قبل أن يعود الشارع لفجوة ثقة جديدة تكون مقدمة لضربة جديدة أمام حكومة جديدة لن تستطيع تحقيق ما وعدت به كما فعلت سابقاتها من حكومات لم تغير في حال العراق منذ ما بعد عام 2003 وحتى يومنا هذا لكن السوداني الذي وجد دعماً دولياً لمحاربة الفساد الذي يضعه أولوية في برنامجه الحكومي ظهر بلغة تحقيق وعده رغم كل الأرقام المفزعة في قوائم الفساد والفقر والبطالة ترجمة نانسي قنقر